ستة مارس رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فاهمي بيقول ان المحكمة تمثل الحصن الامن للدستور من خلال احكمها اللي ارثت كثير من المبادئ الدستورية في كلمته بمناسبة صدور كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري وبيعلن تحديد ستة مارس للوفاء لكل قاضي عاملة بالمحكم الكتاب تم اصداره بمناسبة مرور خمسين سنة على انشاء المحكمة الدستورية العليا اللي بتباشر الرقابة الدستورية ده حلف اليمين اعتقد دي لقطة من حلف اليمين على ما اعتقد اذا لم اكن مخطئا يعني اليمين الرئاسي يعني بيشير المستشار بولس فاهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا انه الكتاب ده تم اصداره بمناسبة خمسين سنة على انشاء المحكمة اللي بتباشر الرقابة على دستورية القوانين واللوايح واعلن ايضا المستشار بولس فاهمي ان المحكمة بتتشرف باهداء اول نسخة رسمية من كتابها الى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بيحرص دائما على تقديم كل دعم لقضاة مصر وزي ما قلت لحضراتكم ستة مارس المقبل في الانعقاد الاول للمحكمة هيكون يوما للوفاء لكل قاضي عاملة بالمحكمة الدستورية العليا والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام تعالوا ناخد كلمة المستشار بولس فاهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا واعتقد خلاص كده ممكن نختم ونعود بفقرة الحوار مع مستاذ محمد ربيعي الدهي خبير العلاقات الدولية للحديث عن التقارب الامريكي الصيني الحديث ترجمة نانسي قنقر